هذا الفيديو الأب حنون يحمل طفله إلا أن بعد لحظات صارت المفاجئة شوفوا الفجو سبحان الله نعم رأس وجسد الطفل هش بهذا العمر أي استدام مباشر على الأرض كفيل بأنها حياة الطفل فكرة مقطعنا اليوم كذا وهذا أول فيديو تعالوا ونشوف باقي الفيديوهات اليوم مقطعنا فيديوهات عشوائية غريبة ممكن تطير عقلك وتسلمي مين أصحاب هذه التعليقات أسعدوني بالليك معلكم أمر وأطربوني بالاشتراك يا ضيوفنا الجدد أنا بيبسي وخلونا نبدأ على الطول هذا الفيديو المخيف الرجل وثق حادثة مرعبة وهو بلبر يا بيبسي وش صار واخلص علينا أعطيك يا من الأخير صارت الكارثة نعم وهو بلبر ضربته صاعقة سبحان الله وهذا الفيديو بالبطيق قدام عينكم إلا أن الصاعقة سحبت كامل كهرب السيارة بثواني معدودة سبحان الله سريعة جدا أشبه برصاصة سبحان الخالق شوفوا شعور الرجال بعد هذه الحادثة سموا بالرحمن الرحيم وشوفوا لي الفيديو الحمد لله كالحالة الكهرب نحاس كله سحبت كله لبطيقات والصاعقة جدت على أمرايا المقطع واضح لقابل وجدت ضربه تبدأ والكنو الطافي طبعا وضربه تبدأ شوفوا والحمد لله على الكالحالة الحمد لله وهذا فطورنا والله يتقبل صيامنا وقيامنا يا رب العالمين جدت سبحان الله وضعت بصمة على تندة هذا الرجل وكأنه طلقت سلاح إلا أن هذا الرجل الصبور أعجبني بتحمده وصبره ما شاء الله وذكر بالنهاية أن هذا فطوره وأعتقد أنه بيكمل فطوره بشكل طبيعي الحمد لله على سلامتك أهم شيء أخي المسلم هذا الفيديو أرعب الفيديوهات اللي بتشوفها عينك المقطع مصور بالسفينة وهم مشغولين بعملها مفجأة تجهت عليهم السفينة أخرى ضخمة بسرعة حرفيا لو استدمت فيهم هذه السفينة راح تنهيهم لأنصار الغير متوقع سموا بالله وشوفوا مخيف طبعا لو ما تملكون موقف بهذه السرعة وطبحها وما كان بقوا على قيد الحياة وراح يعانون بالسباحة إلى الوصول إلى اليابسة واللي ما يجد السباحة منها مو كبير جدا بالعمر ممكن يفارق الحياة ولكن جد هالفيديو مرعب الفيديو من أشد الفيديوهات إخافة شفتها للفترة الشباب رفعين صوت الأغاني ومسرعين نوعا ما ولكن بالنهاية صارت الكارثة أبي يقول لكم شي لو صار حادث وطار قزاز السيارة على رقبة السواق حرفيا راح تنتي حياة السواق الرقبة منطقة حساسة وتحمل أها معروق بالإنسان وأي شي حال يتعرض للرقبة هو كفيل بإنها حياتك هالفيديو الشباب ماشيين على الطريق وفجأة صار ما لم يكن بالحسبان ما أبي طول شوفوا الفيديو وبعدين نرجع نعلق عن الموضوع شوفوا أعوذ بالله أعتقد أنهم نجبروا ويشطفون الدتسن لأن في واحد أصلا جالس يشطفهم ولكن نفسي أعرف ليش بعض الشباب مدمني لتشطف السيارات ما علينا قزازة واحدة كفيلة بإنها حياة الراكبة المصور هذا ولو تبحث تحصل في شباب أنتهت حياتهم من مواقف شبيهة بكذا الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين هذا الفيديو الوظيفة خطيرة جدا وظيفة يومية وهي ربط القطار وتطلب رجل حقيقي لأنه مميته إذا خطأت ولكن ثق غالبا رح تكون بأمان إذا تشتغل بشكل صحيح وحاذر اليوم شفت الفيديو ما قدرت أتحكم بنفسي وشكرت الله فورا على النعم لنعيشها ولكن الرجال الموظفين بالوظائف الخطيرة هم من يستحقون كامل التقدير والإحترام لأنهم لا يرضون على عائلاتهم الجوع أو الجهلهم تحياتي الأبطال سموا بالله الرحمن الرحيم واشوفوا لي الفيديو نعم ابترض أنك يوميا تصارع بين الحديد عشان تعيش نعم هذه الوظيفة مؤلمة ومخيفة ولا تنسى التشكر الله أخي المشاهد وهذا الرجل يستحق كامل التقدير والإحترام هذا الفيديو أكثر فيديو ممكن رح يستفزك بمقطعنا الفيديو لشباب على السيارة مسرعين ويصورون وبعد ما اقتربوا من الشاحنة يطبحوا بالمقاعد الخلفية عشان يدمرون سيارتها وميتلفونها إذا ما تعرف ليش يابون يصدمون الشاحنة ويدمرون سيارتها وميتلفونها بشرح لك رغم أني مفاهم اطلع برة معنى كلمة اتلاف السيارة وانت جيها صدمة قوية على البدي أو الشاص تخليها ما تتصلح السيارة إلى الأبد أو حتى إذا تصلحت ما ترجع مثل قبل فإذا كنت شاري السيارة أقصاد وحاط عليها تأمين وشبعت منها أو كشخت فيها أو طفشت منها وتورطت بالأقصاد بالنهاية تقدر تصدم فيها صدمة قوية أو تقطها من جبل وتبلغ الشركين سيارتك تالف ويجيك مبلغ مادي ضخم للتعويض من التأمين شرحت الكاميرا مني مو فاهم كفاية الشباب هذول بيتلفون سيارتهم بأغبة فكرة بالعالم وهم ركبين فيها سموا بالله الرحمن الرحيم وشوفوا الفيديو أنا مصدوم تخيل لو أحد فقد أحد أعضاؤه أو إنكسر فيه شيء أو إنعمة مثلا من القزاز دخل بعينه ما رح يستفيد من تلاف السيارة والتعويض الفيديو مرعب وغريب ومستفز نعم الفيديو هذا الشاب يستعرض طاقته وصحته صوره فيديو وهو يحبس أنفاسه ويشد جسم الطريق استعراضية إلا أن بعد لحظات صار الغير متوقع بيقى مستمر وقت طويل وهو حابس أنفاسه إلى ما صارت الكارثة شوفوا الفيديو نعم فقد الواعي وأعتقد السبب من احتباس النفس والدم والضغط العالي غريب هالفيديو الفيديو متهور يمارس التفحيط بأبشع صورة ضد القانون بسرعة جنونية أدهشت الناظرين إلا أن المصور قرر أن يخلق معايير جديدة بالتصوير واقترب للمفحط المجنون بدون لا يدرك الكارثة استموا بالله الرحمن الرحيم وشوفوا لي الفيديو قبل ما تنسغل كل الصور قبل ما تنسغل كل الصور كل عيد وانت مبسور لا هدف المصور يلتقط لحظة بداعية ترسخ بأذهان المشاهدين إلا أنه كان بيضحي بحياته عشان يسجل لقطة هلوودية هذا الفيديو الرجل على السيارته بيعبر السيل المياه جارية بسرعة قصوى إلا أنه أصر على تخطي السيل وهو ماشي أصبحت السيارة تجنح تجاه المياه إلى أن ما أقترب من الكارثة شوفوا أعتقد لو راح بالسيل لن يعود إلى الأبد ولكن رحمه من الله أنجاو بل معنى الحرفي نجب أعجوبة هذا كم مقطعنا اليوم ملي بالغرائب والأشخاص الناجين ما أنسى فضل يسول لي ميشن أغلب المقاطع من منشناتكم شكرا لكم على المشاهدة ومع السلامة شكرا لكم على المشاهدة